صباح الخير رد حزب الله المنتظر على الضربة الإسرائيلية اللي قدت لا اغتيال فؤاد شكر قابلوا عشرات الغارات الاستباقية وأعلنت إسرائيل عن أحباط الهجوم على تل أبيب بوقت رد نصر الله بكلمته يوم أمس وقال أن الحزب نجح بالهجوم بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو وإضافة لجولة على آخر العنوين العريضة اللي اتصدرت صحف المحلية العربية والعالمية لليوم الثانية 26 آب 2024 بينضم لإلنا بعض لحظات بكراءة عسكرية العميد المتقعد والخبير العسكري حسن جوني ومنكمل حلقتنا بفقراتنا المعتادة بداية حلقتنا بتكون بجولة على أبرز عنوين النهار وطبعا العنوين بالنهار باللواء بالديار وبمعظم الصحف المحلية تصدرتها الكلمة كلمة أمين عام حزب الله بالأمس والرد اللي حصل فجر الأحد بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب بداية العنوين إذن في النهار رد محدود وضربة استباقية هل عبرت الحرب كتبت صحيفة النهار نصر الله يرد على السردية الإسرائيلية كذب وهدفنا أساسا قاعدة جليلوت ونجحنا إسرائيل شنت عشرات الغارات قبل أطلاق الصواريخ الحزب ونتنياهو لم نقل بعد الكلمة النهائية قبل أن ننتقل للصفحات الداخلية بالنهار نرى بعض المعلومات التي تحدثت بحسب وكالة رويترز والتي نقلتها صحيفة النهار عن ديبلوماسيين أن إسرائيل وحزب الله تبدل الرسائل عقب هجمات البارحة وبأن أي منهم لا يريد التصعيد بالمنطقة ومن تابع الجبهة الشمالية تحشر مفاوضات القاهرة بين هدنة في غزة أو نزاع إقليمي ومنشوف بعد قليل معلومات نشرتها أحد الصحف عن الهدن والمفاوضات إلى أين وصلت واللي حسب الأجواء بيقولوا أنه بعدها مستمرة إلى عدد من الأيام المقبلي ننتقل إلى صفحات الداخلية بالنهار نطلع على بعض ما ذكرته النهار بأسرار الألهة في السر الأول بدأ مستشار التحق منذ بضع السنوات بالتيار الوطني الحر ببث فبركات وإشاعات لمواقع إلكترونية تستهدف بعض النواب في التيار وخارجه ونسبها لزوار الرئيس بيشيل عون ومصادر قيادية لتشويه صورتهم يعمل قاد سابق من غير أصحاب البصمات الوظيفية الكبيرة في المراكز التي تولاها على تعيين نجلها القاد أيضا في موقع حساس ورفيع المستوى يشغله ابن طائفته بعد أي حال شاغله على التقاعد في شباط المقبل من تابع بالأسرار تبين أن التلاعب في وضع اليد على عقارات غير مسموحة وعدم التوقف عند هوية أصحابها يتم في بلدات محافظة النبطية أيضا من أسرار الآلهة يتجمع المئات من أصحاب الدرجات الصغيرة على طريق مطار رفيق الحريري منتصف كل ليلة في مشهد يسبب أخطارا على السيارات وأصحابها في غياب أي رادع أمني لهم وهذا الموضوع لازم تتنبه له القوى الأمنية ننتقل لصحيفة اللواء ومنشوف طبعا كلم حز أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله بالأمس تصدر العنوين بالإضافة لمفاوضات السفقة اللي عم بتتم بالقاهرة بحسب أجواء أيضا ومصادر اللواء بتقول اللواء أو لاحظت مصادر سياسية أنه ما بعد رد حزب الله وموقف أمينه العام هناك أسئلة بدأت تدور عن دخول البلد بتهدئة ومدى جدية هذا الأمر وأشارت المعلومات إلى أنه مشهد جديد يتوقع له أنه يتظهر جراء ما جرى بانتظار الاتصالات اللي بتتم على أكثر من صعيد وبتقول المصادر أيضا حسب ما نقلت صحيفة اللواء أنه ليس معلوم ما إذا كان الهدوء رح يعود للجبهة الجنوبية أم أنه المناوشات رح تتواصل لسيما أنه الرد منفصل عن عملية إسناد الجبهات وكله طبعا مرهون بمفاوضات الوضع في غزة ننتقل لأسرار صحيفة اللواء فوجئ مسؤول بالتطورات العسكرية صباح أمس الأحد وطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لإثبات وجود الحكومة رغم الإشكاليات المحيطة بقدرات هيئة الطوارئ ننتقل لغمز تعمد رئيس تيار سياسي أثارت قراراته الحزبية جدلا واسعا السفر على طائرة خاصة لقضاء عطلته في البحر على يخط أحد الأصدقاء لتأكيد عدم اهتمامه بالانتقادات المتزايدة لإجراءاته الأخيرة وإلى لغز يشجع مرجع روحي مسيحي عددا من النواب الموارنة على استعادة تجربة كتلة النواب الموارنة المستقلين التي لعبت دورا ناشطا في مرحلة الانقسامات المسيحية في نهاية الثمانينات وخرج منها نائب زحلي إلياس لهراوي رئيسا للجمهورية جولتنا منتبعة على أبرز العنوين التي تصدرت صفحة الديار نصر الله يكشف سردية إسرائيل الكاذبة والدعاء نتنياهو أيضا المجيزر الجديد التي تصبح بغزة والقصف المتبادل ومواقف حماس التي تطالب بإلزام الاحتلال بما تتفق عليه في 2 تموز هي أبرز العنوين التي احتلت الصفحة الأولى أيضا الديار كانت نقلت بعض المصادر وبتقول أنه مصادر الثنائية الشيعي للصحيفة أنه رد الحزب جامد روز جدا بما يشكل ضربة موجعة للعدو بنفس الوقت ما بيشكل مبرر لألوة توسعة الحرب على لبنان ولفتت المصادر للديار إلى أنه من المرجح أن يكون الرد على اغتيال شكر انتهى وتوقعت أن يكون رد إيران بيشبه رد حزب الله وبالتالي كل الأجواء اليوم بتوحي وكأنه الحرب الموسعة حتى الساعة ليست قائمة ننتقل لصحيفة الأخبار مصر تنعي مفاوضات غزة رسائل حارقة إلى اليونان لتفهم إسرائيل وهذه المعلومات بتتناقض مع معلومات أخرى نشرت ببعض الصحف ولسيما الشرق الأوسط على أنه المفاوضات مستمرة بوقت العنوان بالأخبار عم ينعي المفاوضات إلى صحيفة الشرق نصرالة ردنا المدروس انتهى غزة مصر تقرب الحل وإذن هون أيضا نشوف أنه مصر وكأنه لا تزال تقوم بالمفاوضات وتقرب أو تقترب من الحل بوقت الأخبار كانت تقول أنه مصر تنعي المفاوضات إلى صحيفة لوريان لجور وأبرز عنوينا رد حزب الله يفتح الطريق أمام وقف التصعيد ومن جولتنا على الصحف المحلية بريك ومن بعدها من تابع حلقتنا ومنوصل بحلقتنا لإتصالنا بيئة الخبير العسكري حسن جوني صباح الخير صباح النور هل ثبت حزب الله معادلة الردع بخطابه بالأمس؟ وهل برأيك طوينا بالأمس مع هذا الخطاب صفحة الحرب الموسعة؟ يعني بالفعل ليس فقط بخطابه بعملية الرد والتفاصيل والأجواء التي واكبت عملية الرد أكدت من الطرفين يعني أكدت أن الطرفين محكومين بقاعدة الردع لأنه كان واضح من خلال تفاصيل العمليات التي حصلت بالأمس والمواقف السياسية أو المواقف والبيانات التي واكبت هذه العمليات من خلال التي صدرت من الإسرائيليين ومن حزب الله كان واضح أن الطرفين يعني سارعان إلى الإعلان عن أنها عملية رد محدودة تهدف إلى الرد على عملية على اغتيال فواد شكر والإسرائيلي كمان أكد على أن هجماته هي هجمات استباقية وأنه ادعى أنه عطل القدرة الصاروخية التي كانت ستتوجه إلى إسرائيل وهذا الذي لم يحصل ولكن هذه البيانات التي صدرت من الطرفين تؤكد أن الطرفين محكومين بقاعدة الردع المتبادة هذا ما برز من أهم نتائج ما حصل بالأمس فإذا الطرفين محكومين بقاعدة ردع متبادل تأكدت وتكرست وهذا أيضا يؤكد أن الحرب لا تزال بعيدة وأن ظروف اندلاع الحرب في لبنان حتى الآن غير متوفرة لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا برأيك ما حصل بخلينا نقول أنه نحن انتقلنا اليوم إلى مرحلة جديدة وكيف ممكن تكون معالم هذه المرحلة؟ لا لا أعتقد أنه نحن صرنا بمرحلة جديدة يعني بعتقد نحن رجعنا شوي لورا بظروفنا الميدانية الآن بالنسبة لأنا في لبنان وجبهة جنوب لبنان عادت الساعة إلى ما قبل اختيال فؤاد شكر كيف كان الوضع الميداني قبل اختيال فؤاد شكر عاد الوضع إلى هذا النمط حيث هناك اشتباك حدودي عنيف بين حزب الله وإسرائيل ولكن ما قد يغير الظروف العامة بالمنطقة ومنها لبنان هو ما ستقول إليه نتائج المفاوضات التي بارح برزة نتائج أو برزة مؤشرات سلبية الواضح أنها متحسرة حتى الآن في تناقض البعض مثلا من صحيفة الأخبار تقول أن مصر تنعي المفاوضات بوقت صحف أخرى نقلت عن ديبلوماسيين مصريين تحديدا نحن بيقولون أنه في تقدم ببعض النقاط اللي كانت عالقة بغض النظر وحسب نتيجة اللي بتقولها إلى المفاوضات برأيك كيف رح ينعكس الوضع على جبهة الجنوب بالبداية المفاوضات حقيقة هي متحسرة ولكن لم يعلن فشلها حتى الآن هناك مصادر تتكلم ولكن هناك كان فيه سعي جدي جدا لإنجاح المفاوضات وكان فيه محاولة فكفكة العقد عقدة وراء عقدة وكانت متقدمة وصلت بالآخر الأمور إلى محور فيلادالفيا وحتى محور فيلادالفيا صار فيه بعض المرونة بالتعاطف من إبل الإسرائيل ليست مرونة كبيرة ويعول عليها هو متمسك ومتعنت ولكن كان فيه أجواء إلى حد ما توحي بإيجابية معينة بكل الأحوال المفاوضات لم تفشل حتى الآن رسميا لم يعلن فشلها من الراعي المسؤول عنها هناك صريح الآن انعكاسها على المنطقة طبعا سيكون انعكاسها مؤثرا في حال نجحت أكيد سيكون انعكاس إيجابي على كل المنطقة ستؤدي إلى الاستقرار برأيي أنا بكل المنطقة في حال فشلت المفاوضات بأعتقد هون يعني رح يكون بموقف مبهم وغامض لا أقول أننا ذاهبون إلى الحرب لأن الحرب إلى ظروف دولية وأقليمية منعت نشوب الحرب كل هذه الفترة حتى الآن وبالتالي هذه الظروف التي منعت نشوب الحرب لا تزال قائمة يعني لن تتغير وتتبدل بحسب نتائج المفاوضات ولكن الذي إذا فشلت المفاوضات الذي أصر على إفشال المفاوضات والذي هو الرئيس الوزر الإسرائيلي نتنياهو بده يبين لنا شو بده يعمل يعني ما هي قطته البديلة بحال فشلت المفاوضات هذا يريد أن يفعل وهنا عقفه وتهوره ربما يبنى على الشيء مقتضاه ويفهم الأمر ومآلات الأمور وماذا عن الرد الإيراني نحن رأينا بالأمس رد من حزب الله ولكن لا نزل أيضا ننتظر رد على اغتيال إسماعيل هنية بقلب طهران هل يغير رد إيران من المعادلة؟ وهل تتوقع أن يكون مختلف عن رد حزب الله؟ يعني أنا أعتقد أن الرد الإيراني يعني كمان كان مرتبط بسياق المفاوضات والرد الإيراني يعني حساباته بتختلف عن رد حزب الله لأنه إيران دولي بالآخر عندها يعني دولي إلى إلى ظروفها الإقليمية وحساباتها وعلاقاتها الدولية وردها يعتبر يعني بالنسبة لإسرائيل يعني يؤخذ على غير محمل الرد الذي حصل مع حزب الله الرد الإيراني مبدئياً مؤجل وأعلن المسؤولون الإيرانيون مؤخراً أنهم غير مستعجلون على الرد برأيك أفتحك المجال عن نجاح المفاوضات؟ صحيح طبيعياً يعني سياق المفاوضات هو الذي أدى إلى تأجيل الرد الآن بناء على نتائج المفاوضات إذا ظلت هذه المفاوضات مستمرة ولو بشكل بطيء يعني بيئة الأمور ماشي باتصالات معينة وكذا لا أعتقد أنه سيكون هناك رد الآن يعني سيبقى الرد الإيراني يرتبط بسياق المفاوضات حتى لو كانت بطيئة أما إذا فشلت وأول فشلها والإسرائيلي بقدر يعني نتنياهو تحديداً بقدر إلى تأزيم الموقف ميدانياً فأعتقد أنه سيكون هناك رد إيراني يعني بمستوى الحدث بمستوى التأزيم هذا هل برأيك كل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي جعلت حتى ساعة هذه الردود إما أن تتأخر في ساحة المجال المفاوضات وإما أن تأتي بطريقة احترام قواعد الاشتباك منعاً لتوسعة يعني هل اللاعب الأمريكي اليوم بالمنطقة فاعل إلى هذه الدرجة أو بغض النظر الرد جاء بغض النظر عن المواقف الأمريكية ما في شك أنه اللاعب الأمريكي هو ليس فقط فاعل هو الفاعل الأساسي والرئيسي الآن وكرس هذا الشيء اللاعب الأمريكي من خلال نشره لهذه القوات البحرية في المنطقة وهذا العدد وهذه القدرات يعني غير المسبوقة وبالتالي له تأثيره الوازن ولكن يعني طبعاً هذا سيؤثر على مسار الأحداث والصراعات والردود وضبط الردود وغيرها الآن بالنسبة لرد حزب الله ما بعتقد أنه حزب الله كان يريد من خلال رده أن يأخذ المنطقة إلى حرب لأنه كان حزب الله الآن يعني يوازن بين تدخله في هذه المعركة تحت عنوان مساندة غزة والصقف الأعلى لا يريد أن يدخل البلد في حرب هذا معلم من حزب الله وهذه إرادته وهي متناسبة مع الوضع في لبنان الوجود العسكر الأمريكي أكيد يعني ضبط إقاع التفلد الممكن أن يحصل في المنطقة ولكن الولايات المتحدة موقفها تجاه المفاوضات وتجاه الصراع هو على الشكل التالي هي تريد إنهاء الحرب لا تريد الحرب أن تتوسع لا بل تريد إنهاءها وهناك مساعي جدية ولكنها لا تريد بإسرائيل أن تهزم لا تريد بإسرائيل أن تهزم وبالتالي من أجل ذلك لا تمرد الكافي على إسرائيل الخبيب العسكري حسن جوني أنا بتشكرك على هذه المداخلة ومن اتصالنا الهاتفة مننتقل جولي على الصحف العربية وأبرز عنوينه إذن ومنشوف بي عنوين الشرق الأوسط حزب الله ينتقم لشكر ضمن الضوابط أيضا الدعم لشرق الأوسط لنقسم السودان وتوغو الحجد ينذر بمواجهة مع البشمركة رفض مصري لمبادرة صلح إخوانية نبقى بصحيفة الشرق الأوسط اللي نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة بأمر الهجوم على لبنان فطلبت منها أن تحرص على منع التدهور إلى حرب شاملة وبالمعلومات اللي نقلتها الشرق الأوسط عن المفاوضات بيقول مصدر لرويترز أن المقترحات الجديدة تضمن حلول النقاط العالقة مثل سبل تأمين المناطق الرئيسية وعودة السكين إلى شمال القطاع من دون وجود أي مؤشرات حتى الساعة على حدوث أي انفراج بهذه القضية وهذه المفاوضات ومننتقل من الشرق الأوسط لصحيفة الاتحاد ومنشوف هدفنا ثلاثة تريليونات بنهاية العام والكلام لمحمد بن راشد إلى صحيفة الوطن القطرية سد الشواغر في المدارس 131 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة الأحد جولتنا منتبع على صحيفة الأنباء الكويتية مرسوم أميري بتعديل وزاري ووزارة الشباب للمطير والمشعان للأشغال والعمر للاتصالات والحيولة لشؤون وبوشهري للكهرباء إلى صحيفة الأهرام المصرية تكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر بالمنطقة وسيسي يشدد على ضرورة إطلاق مسار سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أيضا تبادل القصف الصاروخي بين حزب الله وإسرائيل حضر بالعنوين الرئيسي بصحيفة الأهرام من جولتنا على الصحف العربية نروح لجولة أخرى على الصحف العالمية بصحيفة لوموند منشوف ماتينيو المشاورات الأولى لا نتيجة ومننتقل لأبرز العنوين التي صدرت صحيفة دي جاردين منشوف الاشتباك من حزب الله وإسرائيل بالجنوب عم يحتل صدارة المواضيع وعنونة الهجمات على حزب الله لبنان ليس نهاية القصة إلى صحيفة The New York Times وأبرز العنوين تواجه حقوق الإجهاد اختبارا أكثر صرامة في الاقتراع في الخلف ومن صحيفة The New York Times نختم فقرتنا مع الكاريكاتور التي ختمت فيه صحيفة اليواء وصحيفة اليواء تستذكر الرئيس الحص وتنعي على طريقتها بالكاريكاتور من كاريكاتور صحيفة اليواء نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتلاقيكم زميلة جريسيا أنتون بنشرة الساعة 8 وموعدنا بيتجدد صباح بكرة مع أخبار وضيوف جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة